يرجع علينا بالبركة ويرجع لبلادنا بالخير غيث نافع لطالما انتظرناه ديسمبر يعني أصاب البلاد شبهي أسلك الحمد لله فيفري تحيرت الأمور وإن شاء الله يكون الغيث هذا معمم على جميع أنحاء بلادنا من شمالها لجنوبها من شرقها الغربة هذي حلقة الجمعة جمعة مباركة للجميع عشرة فيفري 2003 وعشرين سبعة الخير سي خلد العبيدي سبعة خير سي برهنش نحوي لك سبعة نلبس عليك صحة جيدة يا ملتش تاكسي أنا دخلت هذيك عني هذي واحد فما شكو نعالق على الحدود التوصية الجزائرية طول حكي وعليه وشو بشي يعمل غديك وش بيه لتوقل يعني فثمية والله غالب اني او منو بذي هكتشوف البلاسة اللي كان يقعد فيها لقعت فيها غفران ومخلط قتلي بشي شي أصاب في الكرسي هذيك بذبذبت غير عاديها هتو نشوف هاي تزيليا حتى نجيب حتى مرد نخدمش بالجمعة اللي مراد بتبيعتو هذيك نهار جمعة نهار راحتو اما نجيب تزيلي طول شوفوا سباب غيابو وشني الحكاية وشني الابعاد شني علاقتو بقضية تأميرة بوراوي يبدو انو برش الأمور متسارعة ويبدو الغير معلن فيما وراء كل الجمل الدبلوماسية هذيك في الصحافة الجزائرية على الأقل وتونس وتونس يبدو فهمة أزمة في الأفق في العلاقات التوصية الجزائرية بعد قضية أميرة بوراوي مع تداول خبر مئات السيارات التونسية العالقة منذ الأمس في الديوانة الجزائرية قد دخل بيسر نجيب تزيلي الديوانة الديوانة لا 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 خبر خبر بالجد اي لا الاخبار ما تفهمينا لاش دخل نجيب تزيلي لا لا نجيب تزيلي قصة أخرى طول نجيو بعد يخضع المحاسبة كلمك حد البراح في دين قال كنجروح بيه والحر لا 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 عيب عليك هذي إشارة خبيثة هذي إشارة خبيثة طيب تسمح سيديات صباح الخير بالكلم هذي صباح الخير صباح المسك والعنبة صباح الورد والمحبة صباح الخير والأهل الخير وكل موقع صدفنية بتاع خير ان شاء الله ربي فيني يسدد خطاه ويوفق عماله تحية خاصة متاع محبة الصديقي سيعب ستار عمامه محبة قلوراني سيعب ستار توحشتك توحشت الرقة متاع بتسابتك واللطف متاع مجاورتك وان شاء الله دايما نحي بخير نعرف نعرف متقلق مجاورتك جميع هذوما اللي ما عندهم للطفة في الكلم للطف في الواد نعرف خليلك فراغ يا زياد وسعيد مجاورت زميلي فيني خالف العميدي اللي يعرف يعني نشكله كل موضة يا زياد مش قلت راني على بدلت موقفي منه قاعد يخلوض وقاعد يزب الخابية ويستغل في الوضع بتاع الستة واربع وستة واربع يبدأ واحد ويحكي يكي مجنون هاو فلسطين هاو درشنوع هاو أوكرانيا هاو الكيان الصهيوني يستغل علاق الله يقضي وارحين علاق الله ايه يمشي مشي عملنا ضربة عملنا ضربة عملنا ضربة غفران بيلون سباح النور بي زي عسكري شفمه مش تحاربوا ماشيك سباح النور رسيح هذا يؤكد مؤمرت جنوب الصحراء رسيح لا لا كان عرفتوني شفتوني لبسة ديراني تاعبة وما حبيتش نلوش ديربسة ولكل دون خرش قيل انك تنسك مع بعض الجابونيين مشروع التوطين مشروع التوطين ايه اعترف قا اعترف ديجا قالوا غفران بنوس خطر على الامن القومي في بريش الامن القومي موروا تاعب للدرجة دي لا 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 اخليل اخليل بكبني بعلاقاتك ببوكو حرام شنين والا اعليقتي ببابا الناصر مش ببوكو حرام شلوه البابا اللاصر ان شاء الله لبس يا ربي حبيت بجد والله يسيبري مرايد لشوية مرايد لشوية هو ليم عذمي ليدو حبيت نقوله ان شاء الله كل عام وانتي حايب خير وان شاء الله ربي فضلك ليا ونحب بيسيليش نستغل المكرو هذي بش نحتذر منو على خاطر هو مرد شوية تقريبا بعدك الحملات اللي صاروا علي والكل يحب جزت نقوله اسم لعليك يتبع بجده وما حبنيش راه وقطلوا بابا تحب نخرج قالي ليه قالي ما قلنا عتيك قلت اسميح كانت تخرج وما تكملش قالي يكمل ولكل وانا مانيش متقلغ بابا ما نعرف لا 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 اعرف كل عام هو هاي بخير عمل تسعة وستين سنة. قطل ما بقعت تكبر. ان شاء الله ربي كبرنا في تاعته. لبس 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 لبس. قدت ربي فما كان الخير. هي هبت التصوير طول بارح. هبت التصوير طول بارح. هبت التصوير تو ايه. شاء الله ربي يعطيه الصحة. شاء الله كل عام هو بخير. والله والله. يلا مدام ليلي والأبراج والكواكب هاك تشوف الاجواء مائية مدام ليلي هكه? اجواء حلوة بشر بالخير ان شاء الله يا ربي. وخير مقاو خير ان شاء الله. والله والله. ان شاء الله صباح الخير سيبرهين. صباح الخير مستمعين وكل. صباح تبول توين سلكم. محليك يا مدام لي وكل وهرا وكل وحدة. دولارة ايه. هكا الوحدة شوية عالصباح. ايه. مش تستقبل النهاء. ديما. تاخد قدام المرية تقول لنا اليوم محليهني. وانتي تنسح بربي فما برشة ساعات عبيت تخرج في الصباح هكا لي مهمش هكا في الواحد لا لا شوية هكا تزويق لشوية كذي. قال شنو صباح. ديكا دليل العمل ليه? تفرج يا بو فران خوذ خوذ الواحد. جايت لي ببيجاما. ببيجاما ميليتير هكا. ووجه كسفة. وجاية تخدم مغزر مادام ليلي تبار كله. الزين والعين والقيافة والكذي والوحدة والوهرة. والله والوهرة. ديكا زيت شوية في بلا ما ريز يعني. ديكا اخر النهار. القيمة بتاع التزيين اول النهار. انا ديكا ما لا 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 اول الحقيقة. من عيوب الديجيتال في الراديو. انه وليت لازم تلبس. خاطر له الشعر بمتاع الراديو قبل انه تحكي مع العبيد وانهمش قاعدين يغزروا لك. لو تلبس اللي تحب. تعمل اللي تحب. حتى تخدم المشارع. متوصل الفكر تكين بسوك. ويني مش في بريد فيقول غفران محليها دي. زي. يا والتي جامعة. جاي البيجاما تقولي محليها دي. جاي البيجاما والله ملا. غفران محليها وغفران حدها. ايه لا غفران سامحونا فك الكرسي اللي فوت رفيك طبا. ايه لا في العقل تنجم تقعد شوية خاطر يا بش نعمل دعا وتهز يدك ما يسيرش معك جيهن زيه ما يسيرش قلل كده. ذكرني برك الله فيه السيد المخرج على الدعاء اللي انا محضره في الحقيقة دعاء الجمعة. اللهم يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والاكرام. اسألك باسمك الاعظم الطيب المبارك. الاحب اليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا استرحمت به رحمت. واذا استفرجت به فرجت ان تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى اعلى درجاتك سابقين. اغفر لي ذنوب وخطيائي. اللهم اغفر لي وعافني. واعف عني. واهدني الى صراتك المستقيم. وارحمني يا ارحم الراحمين. برحمتك استعين. سبحان الله. الحمد لله. لا اله الا الله. والله اكبر ولله الحمد. واستغفر الله عدد خلقك. ورد نفسك. وزنة عرشك. ومداد كلماتك. اللهم امين. يا رب العالمين. جمعة مباركة لنسكن. سبعة واحد وعشرين دقيقة. هذي امي سيون بوسي. بالحلقة تلجمه عشرة فيفري الفين وثلاثة عشر. بش نذكر انه كونجرس اللوردات بش يناقش قصة الازمة اميرة البوراوي اللي معاتش ازمة تونسية عفون جزائرية فرنسوية. يبدو انه العلاقات التونسية الجزائرية على المحك بعد الاخبار اللي جاية من المعابر الحدودية. من معبر ام طبول وبابوش وغيره. انه الديوانة الجزائرية قاعدة توقف الكرهة بالتونسية وتفرغ في كل ما اشتراه وهتوانسا من البضايع غديكة وتقولولهم ممنوع انكم بتدخلوا البضايع الجزائرية الى تونس في سابقة. يبدو من خلال شهادات بعض المواطنين انها عندها علاقة بازمة ديبلوماسية ما بش ناقشوا الحكاية دي. التفاصيلها المعلومات مرسلنا على الحدود بش يكون ناقشوا اللقاء رئيس الجمهورية مع كل من وزير الفلاحة مع كل من وزير الخارجية برشة اخبار برشة تعليق لكن وقبل لها الحكاية هذية وقبل ما ندخلوا في الطاقات هذيك السلبية خطر الله غالب السياسة ترسل الطاقات سلبية خلينا تاوا نستقبلوا نهارنا محليها مع مدام ليلي بالحب بالتفاؤل بالموجات الايجابية بالفلوس بالشوية الابراج اللي كلها ان شاء الله بقيت تربي تفاؤل في استرو ليلي نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام لهاية اصبع موافقة ان شاء الله هلمستمعين بتاعنا كل ولمكانوا يسمع فينا ان شاء الله بووكاين داتوز خاصة نعيد الحب على الابواب دونك استعدوا للحب وللتعبير على الحب حاجة يصير مزينا تعطي تقاق ايجابية تعطيك برشة تفائل برشة امال يلزم واحد يهيأ روحوا للحب شنية بيجاما عصباح طو وبعد يقول والله لفهم الحب والدنيا الشيحة والدنيا كذاف لهذا هم يديو هكا بطايشين رواحهم كما جاء برهين قيمة الحب رو شنية قيمة الحب بيجاما عصباح ما كلفتش روحها حتى مجهود جيت قليس دي كونتراكتيل كما هي تحب على خطر ليقيا راحتها جيتها كاكت سيسارة كيم كرداش انت البس فيها وتخرج تمشي ملاها كيم كرداش كيم كرداش كيم كرداش ايه مدام ليلي كم كيم كرداش كيم كرداش ليه بس روب دو شامبر لا 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 صمت خام اكيد روب دو شامبر متاع حاجات موضة جديدة وكذا يلا مدام ليلي يلا شعر نهاركم مبروك الناس الكل كيم العادة نبدأوا بالحمل الوديع ويكان ده اسبيسيال خاصة الحمل اللي عنده نوع من الشك ماذا بكتكن عندك الحوار بش ما تضلمش روحك تضلمش غيرك انت بشوي الباختوني غمطيعك وخوذ الامور بجدية اكثر شوي بش ما نضيعاش حاجة يسرح لوا بالنسبة للاثور انت لقم زيانة ما شاء الله عليهم خاصة اللي دخلين على استواء ضموغ جديدة خاطر جزء كبير مثور عاشوا دغنياغ مانجة فاف عاطفي ولا فراغ عاطفي ولا ديسيبسون دونك فما تعوين ودونك ويكان دهي ويكان درومانسي على الاخر بالنسبة للجوزة استقرار كلي خاصة ما غير فام فما شانجمان فما برشة حاجة احلوة مستجدية ولادة حدثة اللي بش يبادل برشة معطيات في الجانب الايجابي بالطبيعة السرطان السرطان الجزء منهم اللي قادها كان مقلق شوية ضيع حب ولا ضيع حاجة ولا غلط ولا اللي هو تنجي متصلح هذه فرصة مزيانة خاصة مع النجاحات اللي عندك مديا وعمليا دونك انت لق بالنسبة للأسد اللي هما من اكثر الابراج حذ وانا دي ما اقول السيودة يتباهي وقت يبدوا عايشين هكا استوى اغداموغم الزيانة دونك اللابة انت الاسد حذروا حاك الحب كبير وإلا بش تحير في اختيار انترو دو شوا دو شماع انشاء الله فوق بيانتو بيانتو بالنسبة للعذرة مستجدية من الزيانة خرقة للعادة لو كانت تخزروا الجين بالموذي وتنتبه متخليوش الحاجة الحلوة تتعدى مرور الكرام كما مركزين في حياتكم الخاصة نجموزة تتركز وفي الحاجة الاحلوة بيش نضيعوهاش فما حاجات كيف تضيع ما ترجعش ولهذا نحافظوا على اي حاجة من زيانة عنا ومنحاولوا نكونوا متوازنين بالنسبة للميزان اللي هما الجمال والحب بتباعتهم سنضع موه وما ينجموش دونك من احلى ايامات الميزان ايجابية معنا ايجابيات ممتازة عمليا ماديا عائلين ايش تختوه عاطفيا العقرب العقرب انت لقى خرقة للعادة خاصة انت خلص من الاوضاع اللي كانت مقلقة تختوه اللي عادوا بساج انبور ديفيس قضاوة الاندوسي مهم والاورقة هامة وعاشوا ضغوطات معينة دونك من الويكاند ذي انت لقى خرقة للعادة اللي فيها برشة ايجابيات وفيها تعويض للفطرات اللي اتعداد بالنسبة للقوس اللي هما اخذيوا التوازن الكل ورجعوا قوس قوس استعد للاخبار السارة خاصة للتوسع في العلاقات وخاصة خاصة التغيير وتبديل كسوسها من مؤسن مؤسن من وضع الوضع من حركة مزيانة ومتوازنة وفيها برشة ايجابيات الجدي اللي هما ملوك الابراج خاصة الفترة اللي جاية الجدي اللي هما بيش يتوجب للمجهود اللي عملوه المدل اللي تعديت وبيش يشوفوا معناها ثمرت المجهود بتاع المدة اللي بيتت استعد الجدي وياك والتردد والتراجع واصل مهما كانت الوضعية ومهما كانت الضغوطات بالنسبة للدلو اللي هما من الابراج الملمة من الابراج المحظوظة من احلى الابراج خاصة الدلو الفترة ذي عندهم اضافة اللي عنده اضافة عمليا وإلى ماديا وإلى عاطفين وإلى عائلين وإلى اضافة زاد خاصة في الجانب العملي تكبير توسيع أخذ قرار حركة مزيانة ومتوازنة اللي فيها نجاحات ممتازة كما العادة انكملوا بالحوت اللي هو بالابراج اللي معناها من احلى الابراج اللي هما في مرحلة انتقالية للانتصارات واخذ القرارات وخاصة خاصة لفوق اللي صار المدة اللي تعديت والتجاوز اللي تعديوا به حاليا نشوفوا النتائج المزيانة وديما بداية الغيثي قطرة معناها اي خبر اي ايفنمان اي نوفيل مهما كانت بسيطة اتأكد اللي وراها برشة احداث احلوة جيمة في الأول وفي الأخر وقلون في ألوخين قوكين خير شا نهاركم اسعد الايامة نهارك زي نسي بورهان الله الله عليك مادام ليلي ايفم اصدخل ليلي يعطيك صحة يعطيك صحة مادام ليلي على هالموجة الايجابية اللي ننتظروها موجة ايجابية ما تأخرتش الكواكب انها تترجع حينكي اطلقنا الموجة هذية انها بعثتنا في اللحظة هذية نجيب تزيري نجيب تزيري في هذي اللحظة بعثته الكواكب سباقية سي نجيب هذية سابقة خطيرة سي نجيب اقرب للميكرو يعني اول مرة اول مرة تقريبا من نعرف نجيب تزيري يقوم ممخر ما الذي حصله بالضبط مشنية طبيعة التطورات الخطيرة اللي ممكن تعرفها البلاد ولي خليت نجيب تزيري يقوم ممخر سباقية المستمعي لكل سباقية تونس يا ربي العمل عليكم الشدة فيك لوم نهار جمعة لاني كنت في جندوبة البارح تعاين الوضع عن قرب تعاين الوضع امام ع الحدود السيبي غادي اه وقربت للحدود غادي في الحدود بالضبط يعني عندك معطياتش فامة الان ع الحدود وخكاية الديوانة هذا كلاب توانا نحلل الفليساتي لا بلا تمشي ازا تجي مشاهدات حية غاديك اه نحلل الفليساتي وصرت المعبر انا هو مطبول ولا ببوش 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 وبالجد في ببوش مواقفين الكرهب تيتكلم من اجيب توقول انا الاخبار يا ولي ولا بعض المصادر الاعلامية قاعدة تنشف لا مش مواقفين الكرهب لانو اه ديوانة زيرية ما تخليش اه التوينس اللي قضين مثل قضية بتاع المواد المدعمة زيرية ما يخليهمش يدخل وهذي اسابق عند اجي شهر شهرين التالي حكموا مجموعة من الموضوع اذاك حاكموا على حكاية من معابر غير قانونية وكادي اما اول مرة واقف الكرهب هبط اي شهر عندك هبط شهر عندك وهذو مواطنين مش شهرين برشة معناتها اشتية معناها اللي تقول انتي ما فهم حتى ازمة اليوم ما فهم حتى شي خطر البعض الشهود العيان اللي استمعوا ليهم في بعض المواقع العالمية في اذاعات في مزايق مثلا يقول انو زيرين قولهم لاي ازمة ديبلوماسية هبط غاديك هبط هبط لا تشدد في الديوانة مش هزمة ديبلوماسية ونحن بتزير خاوة 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 وما نجم حتى شي يدخل ميناتا صحيح تلاجم يصير الغلطة تصير صوت تفاهم وكذا لاننا عنا الثيقة في الديبلوماسية التونسية وفي الديبلوماسية تعال بجير تابول اي يمشي يمشي كما الختاب حتى يجي لاخبار وخيان وضربية طبال وما ديه شي وضربية طبال اي اضربية طبال وهيت لاخبار اي 23 يلا كونغرس اللوردات ينطلق حالا اميرة بوراوي مزالت الاسم هذية في قلب الحدث تونسيا اقليميا حتى علاقات فرنساوية جزائرية ووصلت المرحلة متاع توتر اقريبا هي في الحقيقة محطة جديدة محطة توتر مجديد عارق فرنسا وصح بين السفير وكذا لكن المرة هذية جاء بعد ما اعتقدت الناس ان العلاقات هذية رجعت للطريق زيارة ماكرون الاخيرة زيارة رئيس تابون الفرنسا تعرفوا الجاز والمصالح وغيرها فجأة من اجل من اجل شخص الامور تبدأ في الانهيار والتوتر هذا يحكينا عليه البارح متولا اليوم الجديد بش نطرحوا السؤال بش تلتحق العلاقات التوصية الجزائرية بدائرة العواصف هذية والتوترات زادة كيف كيف بناء على قضية اميرة بوراوي والا لا المسائل بش تتعدى عادية وتبقى العلاقات تعرف البلاد كما تونس تقريبا بقتلها تحالفات صلبة تعدى على الاصابع على رأسها تحالفنا مع الجزائر اميرة بوراوي طلعت البارح بوسائل الاعلام الفرنسوية تونشوفوا كالكوزيكستري تقريبا بعد فسرت الحكاية فسرتها بشكل بطبيعة انه ما حصلوا حتى الشي حد لعاوني على تجاوز الحدود خرجت من الجزائر عادي على الحدود دخلت التونس عادي ما كلمها حد وكيف كيف يعني سفرت الفرنسا من تونس بدون تدخل اي جهة في محاولة تقريبة لعدم احراج واذا العادي جدا ما هيش بش تقول حتى شي معناها هيما هي لنت تتبنى لها حلية تونس وقالت حق انسية اذيك اذيك بطبيعة في الابار التدوينات اللي شكرت فيها الجيهات التونسية من الجيهة لكن في تيفي سانك نشوفوا شوية من الحوار بتاعها قالت لا ما عادي جدا وانا ادخلت على الحدود الجزائرية عادي جدا ما هربني حد ما هربها حد وهي مراقبة ومطاردة بالسلطات الامنية الجزائرية هذا طبعا موضوع للنقاش واكثر من نقطة استفهام مئات السيارات التونسية عالقة بالمعبر الحدودي بببوش هل نحن على ابواب ازمة ديبلوماسية تونسية جزائرية هل غذت قضية بوراوي هذه الازمة لكم التعليق زياد الهاني هو توحص باخر الشهادات اللي تم تقديمها وشوفناها عند زملان اثني في موزايك وفي بعض المواقع الاخرى هو ان الناس يحكيوا انه مواجه فقط انه يتم تجريدهم من بعض المواد اليوم من يشارينهم من الجزائر وانما المسلة كذلك تم تعطيل حتى لمسلة الدقون بتاعهم التونس وثم اشكو قدم فمتني شهادة فدي باعتبار انه قالولو فدي في الديوان ارى وثم فمتني ازمة ديبلوماسية ما بين تونس وي الجزائر اولا انه اللي حط الحب تلاحظ انه الجزائر كانت عندها معانا زو السابقات السابقة الاولى تتعلق بسليمان ابو حفص الناشط الجزائري اللي تم اختطافوا من تونس الهناء في قوت 2021 وتونس بتكلبتش رغم الخطورة فمك بتاع المسلة والاهانة اللي جزتها بربي بشكونوا واضحين ودقيقين في عملية اختطاف سليمان ابو حفص وتسليمه للجزائر من اختطفه في تونس اختطفه كما يقولوا المشاطاء الحقوقيين من اصدقاء سليمان ابو حفص من اوقفه في تونس الامن التونسي وثلمه الجزائر يعني ماهيش عملية ماهيش عملية امنية جزائرية على ارض تونس رهيسيزيات اللهم كان عندك معطيات اخرى وهكا تولي الامور اختيره انا لا اتوقع الرواية الحسمة متابعة الشخصية لعملية ايقاف سليمان ابو حفص في تونس اللي هو نذكر الناس اللي تسمع فينا ناشط معارض جزائري تم تسليمه وترحيله من تونس الى الجزائر والان يقبع في السجن في الجزائر من اوقفه هو الامن التونسي هل صدر بيان رسمي يؤكد هذه الواقعة لا في الحكايات هذه في العادة لا تصدر بيانة رسمية لا تصدر لما يقع فمتي تسليم فمتي مطلوب ثم اتفاقات ما بين الدول ما يعني هل استخبارات الجزائرية شددته في تونس ورحلته كما الاتراك عملوا مع عبدالله اوجلان في كينيا انا نقول لا شددته لخابرات الجزائرية وللامن التونسي الامن التونسي مقفو سلموك انا نقول الشخص هذا هو يحضر فيدي بالحماية متاع الهيئة متاع اللاجئين الدولية في ترستاتول اقامته في تونس والدولة التونسية كانت مطالبة خالفة المعنى كانت مطالبة بحمايته في نيكلاج افنتي في تونس هالراجل فني هذية تم اختطافه سواء تمت العملية من طرف امن تونسي او من طرف كذا تم اختطافه للجزائر المسألة الفني الثانية نبيل القروي كان مطلوب فمتي القضاء في تونس فمتي هنا وعبر للجزائر وتم اقافه فمتي لفترة وبعد تونس طالب تندي به لكن حيو التسليمه الى تونس الجزائر سمحت له انه بشي غادر البر لانه هي ارتقات انه عندها فني مصلحة في ذلك حتى وكانت مصلحة اعتبارية انها راي متسلمش حد اللي هو يجيه بلها و يلتجي لها. وبعد سلمت لازهر لونج كيف? بعد اربع شهر بعد اربع شهر لازهر لونج بشيال الجزائر وندكروا اللي يسمع فيه زادة سي لازهر لونج وهو المدير السابق للمصالح المختصة وصل زادة مدير الامن تقريبا كده المخابرات التونسية خليني يقول لاش لعباد تفهم يعني هي تسمية فنية كما نقوله نظير مدير مخابرات التونسية وقت حكومة سيد المشيشي هرب للجزائر وقت ذاك ملف امن ملف مخابرات تعرف دي من المسائل بتاع الامن المخابرات عندها اعتبارات خاصة هذه النقطة لولا النقطة الثانية بقطع النظر انه التعطيلات القاعدة واقعة بالحجم اللي قاعد يتحكي عليه وإلا هي في دي ربما في دي اقل ولا غيره الواقعة دي الظهر في اتنى حاجة انه من مصلحة تونس الاستراتيجية ان نتحافظ العلاقة متكافئة ما بين المغرب وما بين الجزائر الجزائر هي في اتنى جارلينة وهي سند التونس لكن المغرب ظهر تونس في تقديرك في تقديرك زياد اليوم الصحافة الجزائرية بعدت كل وجهة اصاب على اتهام كلها الى فرنسا ومحبش تذكر لا تونس لشي لكن اليوم مع التطورات الجاية هدية ومع الاخبار الجاية من حدود تونسية الجزائرية وتعامل السلطات الجزائرية مع المسافرين التوانسة هل تعتقد انت في رؤيتك وفي تحليلك انه قادمين على ازمة في العلاقات تونسية الجزائرية او لا بو حتى اذا كان مناش قادمين على ازمة اه على ازمة اظن انها نوعا من ال التنبيه اه باش مستقبلا ياخذ اه يتم اخذ المواقف متاع الجزائر بعين الاعتبار اه نجيب نجيب يعني تابع في الامر اه الجزائرين ضخمين الحكاية يبدو انه ماخذها حيز كبير اليوم تشوف الصحافة الجزائرية لايون كلها المسألة هدية التقارير العالمية حتى الفرنساوية نقلت بعض اراء الجزائرين في الشارع قطع العلاقات فرنسا يزمها تشد قدرها كذاب مثلا مضخمة احنا الهناء وين معا الاخبار الجاية من الحدود نجيب برهان الاخبار الجاية من الحدود برشا كراها بتعطيلات في البوابة بتاع ما بين تونس والجزائر بتعطيلات الامن الجزائري يقول فم ازمة ديبلوماسية لكن الرسمين ما فماش التعامل عنيف برابور القبل مع انت مش يعني متاع تضييقات متاع تضييقات قبل كن تزيري ولا تونسي مع انت مساهلين مرحبا وكذاب اللي زاد برهان تطور الموقف تزيري تيجيه تونس تصريحات بتاع مين البارح بتاع اميرة بورا والنشطة السياسية بربي كان عنا التدوينات متاحها اللي هبطت البارح نجمونا نحطوها واللي زيكستريم بتاع الكلام اي صرتوه في التدوينات تدوينات بتاعها ولا والا هاي تقول من الضروري بالنسبة لتونس انها تدير ظهرها لنظام الجزيرة وتتحرك وتتحرك اللي توصفوا بالوايو بولشيفيك الوبش البلشيفي يلزم الشجعان في تونس يعرفوا كيفاش يقطعوا علاقتهم بنظام توصفه هي اللي هما في حالة عزلة واللي هما حرقوا اخر اوراقهم اللي هي فرنسا كانت تعتقد لي وفي كلام يعني في حق يعني القائد الاعلى للاركان في الجزائر كلام تاع سبان ومخابرات سوفيتية وتختم شكرا للسلطات التونسية لرفضها تلبية مطالب واوامر المافيا المخابراتية العسكرية تقول انت التدوينات هذية حيرت الحساسية الجزائرية وجه تونس وهي تشكر في تونس وبرك الله فيكم وكذا لانو برهان تعرف لاني ارى ومشيت لمحكمة الناحية خطفهم قدام محكمة الناحية اشكون اللي اختفها الامن التونس الامن الفرنساوي الامن التونس يهزل المطار من محكمة الناحية ماشي تتحكي في محكمة الناحية وقفت قدام القادية والقادية حكمة قالت لها جلستك تأخرت تقعد في حال صراح جلستك تأخرت القداية في شهر في فري 23 23 في فري ايه بعد كي خرجت جاو هزوز اعوان امنة واسة مش كونوا واضحين يعني هزوز اعوان امنة واسة هزوها وقت المطار هزوها لادارة الحدود والاجالب في خير الدين باشا ومشيت للصفارة الصفارة الفرنساوي قعدت في اربع ساعات اذاك بعد يبدو المفاوضات احنا كنا نعتقد انها كانت في المطار لا مكنش في المطار ادارة الحدود والاجالب من غاديكا يبدو الاتفاق الفرنساوي التونسي انه تمشي للصفارة ومن غاديكا السفارة هي اللي رحلتها للفرنسا فضل نجيل اللي هنا المعطاية هذي ولي خاطر مزلت برشا معطاية غير واضحة وعلى شي اتفوذنا ومعانته ونحنا معانته يعنينا الامن القومي تزيري ولا ما يعنيناش نحنا سلمونا مدير مخابرات لا زلوه ببريق معانته كنت تزير تجم تشده وتخرج منه برشا حويش حقيقة موضوعية ذي مدير مخابرات تسلم هو لك تزير معانته مبقاش برشا فيها كل نسبتها معلومات وهي علاقة وهي على حدود بتاعك معانته هي من المفروض من حقيقة بتاعية ترد احسن منها فالعرف الدبلوية لازم ترد احسن منها معانته ما متأكد نجيب من كلمك متأكد من كلمك رغم انك تعرف تسليمها يبدو انه بقرار من الرئيس قيد سعيد للفرنسيس معانا هذي عمال تتوضح الصورة مستحيل مستحيل ادارة الحدود ولا الجانب ولا اي شخص في تونس ينجم ياخو قرار من نوع هدايا فيه علاقات تونسية جزائرية فيه علاقات تونسية فرنسية بدون علم او موافقة الرئيس يا نجيب حط بعي الاعتبار لا لا نأكد هولك يا بريد الرئيس قيد سعيد ماخداش قرار في المسألة هذي شنو ممانية عملوها من وراء الرئيس والرئيس قام الصباح يلقى الحكاية سلمت هك هذا هو اللي توقعت زي الخارجي يا السابق لا 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 انا الجرندي على فكرة اطراف قريبة منه البارح اكدتلي لا علاقة للجرندي من قريب ومن بعيد الجرندي تم يعني يعني مشافيها لا لا مشا ذا علاقت له بامير ابوراوي هذي من قريب من قبل امير ابوراوي من قبل امير ابوراوي هو باش القرار ايقال من قبل امير ابوراوي ودليل ان اسي عمار موجود في تونس بنا فيها ولنأكدوا لسادة المستمعين في دولتنا الشقيقة الجزيرة في بلادنا الثانية الجزيرة ارى ورئيس قيس سعيد حاطب عيلا اعتبار الجارة الجزيرة ويعتبرها الامن القومي تونسي من امن القومي الجزيرة نجي مصير غلطة نجي مصير استفاءة هل ستؤثر الغلطة هذية نجيب وين بش يوصل مداة تأويل الجزائري المسلة هذية اللي يندرى بش تتمس علاقات استراتيجية يقولوا علاقات استراتيجية اليو علاقات دعم علاقات في علاقة بالطاقة علاقات يعني متنوع دعوة دعوة نحكيو هذية الكل ونستطلعو العراق بعد ما نسمعو جيهان في الأنفوترافيك Shell Vpower لقربة سنطر الميارات المتوكولات الكاربتك اكثر ناجر على في علاقات Shell Vpower super sans plomb وغزوال sans صوف ويهل الرودي للعامة فينع التأويل بالضبط على الحدوط السيال الجزيرية في المعابر على دعو ما يقال عن أزمة ديبلوماسية بين تونس و الجزائر على دعو قضية أميرة البوراوي معايا مباشرة الصحفي القدير مراسل وكالة تونس فريق الأنباء بجندوبة سلمولدي الزوابي سلمولدي صباح النور صباح الخير برهان وصباح الخير لكل المستمعين والبيوفك كرام سلمولدي وأنت الأقرب الغديكة لاستطلاع حقيقة الوضع ما الذي يحصل في المعابر؟ هو في الحقيقة هناك يعني ما وصل إلى يعني العائدين من الجزائر عبر المعابر الحدودية الثلاثة يعني فجليل بغردنا ببوش بعيندراهم وكذلك ملولة بكبرق وأعتقد أن هذا نفسه هو يعني ممتد على بقية المعابر الحدودية حتى إلى الجنوب التونس هو أنه طلب منهم متبال سلطات الجزائرية تفريغ كل ما تم شرائه من مواد غذائية أو مهما كانت المادة واسماح له بالدخول يعني المنع حمل أي بذاعة جزائرية وإدخالها إلى التراب التونسي سلمولدي متعلق الأمر بمواد غذائية مدعومة أو كل أنواع هو ما وصله من تعليماته كل ما تم شرائه من الجزائر يتم إفراغه معنى على عين المكان معنى حويج حويج سبادري صباط مكرونا مهما كان أنا مهما كان هبط مهما كان والسماح لمن يعني لا يحمل مثل هذه البدائع معنى بالمورور لكن هذا الأمر أمام يعني الضرط والاكتظام بات الطريق تقريبا شبه مغلق تماما ولا يمكن حتى لمن تم معنى التخلص من المواد التي اشتراها لا يمكن لهو المورور برهان نعرف أن المسألة هذه يعني عن قريب يعني مزال تقريب ثلاثة أو أربع عين وتشهد الجزائر محاكمة لمجموعة يوم 13 فيبري مجموعة من المواتنين التونسيين الموقفين على ذمة المحاكمة وفي الجزائر بثلاثة الحال من أجل هذه القضية نحكي لك على قضية الحافلة التي تم تسرعها كذلك من مواد المدعمة والتي يعني جاءت حسب سلطات الجزائري مخالفة للمرسوم المتعلق بالاحتكار والمضاربة وما إلى ذلك المشكل أنه الحاصل منذ ليلة البارحات أنه هذه الطرقات لم تعد يعني حركة المرور قادرة على أن يعني تنفذ يعني مش ممكن بأي يعني سواء كان حتى للمرين يعني للمغادرين أصبحت هناك مشكل حقيقي معناها بالنسبة للحركة في تلك الطرقات نعرف خاصة أن تلك الطرقات تتسم بتضريف معناها معقدة نوعا ما بخطورة الوضع المناخي كذلك هناك موجة برد يعني كبيرة والعائلات بالفعل هي يعني متواجدة يعني مجموعة من العائلات في تلك الطرقات سيمولدي سيمولدي حكينا على الحافلة السابقة ذيك بتاع الحافلة واللي بشي تحاكم عليها توين سابتهم التهريب مواد غذائية مدعومة من الجزائر لكن الإجراء هذية إجراء جديد في تقديرك بتاع توقيف الكراب وهبط البضايع اللي بيخذها وتمشي يعني تعمل البارح فقط وإلا سلطات الجزائرية معناها عادي كانت منذ أيام أو أسبوع هي أو تعودت على أنها تتخذ هذه الجزائرات لا 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 هو يعني إلى حد يعني قبل يوم فقط كانت المسألة عادية يعني هناك قرار يبن وقرار مفاجئ هو قرار جديد من السلطات الجزائرية أنت استمعت معنا أكيد القصة أنه بعض أعوان الشرطة والديوانة في الجزائر يقولوا فما أزمة ديبلوماسية أولا هل تؤكد المسألة هذه أنهم جزائريين للتوانسة اللي يستفسر قلونهم لا فما أزمة ديبلوماسية ذلك عليها نحن نعملو هكا وفي تقديركو أن نعرف أنت سيبول دي لك زادة من القدرة على التحليل أبار نقل الوقايع هل ترجح أن نحن أمام أزمة بين تونس والجزائر هو في الحقيقة يعني مسألة الأزمة من عدمها مسألة معناها يعني ليست بهذه الدقة ولكن هناك ما بلغ إلى أذهان وإلى يعني مسامع المواطنين يعني العالقين وأن هناك مشكلة في علاقة بالمعارضة البراوي وأن هذا الأمر هو استتباع لربما اتهامات بأن تونس هي كانت الوسيل أو كانت المتسبب الأول في تمكين السلطات الفرنسية من ربما من هذه المواطنة ذات يعني الجنفية التونسية وذات الجواز سفر معناها الفرنسي يعني هو ما هو متداول لدى هؤلاء المواطنين هو هذا السبب المشكلة ليس هناك السبب آخر هيا قضية أميرة بوراوي إذن نعم واضح سيمولدي يعني تكسحة لهالتوضيحات كان معنا سيمولدي زوابي مراسل وكال تونس فريقيا الأنباء في جندوبا يعني حتى أنت نجيب تقر أنه فهم حاجة جديدة لا فهم حاجة جديدة هاي جديدة هاي بورهين المخابرات الفرنسية اي اي انتصرت على المخابرات الزيرية في أرض تونس اي ولكن دخلونا يعني في كل حالات دخلونا فهل متاهة هذية يعني السيرتوم معناها هذي ما تيش عندك أنت في ظاهيرك اليوم كذي بش تتوتر تونس على خطر اللحكي هي هذية العلاقات مع الجزائر اليوم الطاقة المتنفس الدعم وزير الخارجية جديد أو الاتصال عملوا عملوا معه ما رضا وانت البارح يبدو قبل ما تتل أمور تتدحرج تتدحرج هي زادت هيجة الجزائرين زادت هيجة الجزائرين ومعانت وانا في تقدير يلزب الرئيس قيس عيد يتحرك أقبل ما زادت قبل ما زادت والناشطة مجيه وتسرح ماشي وتسرح ورب يصلى تحكي حويش أخرى معانتا كيفاش عملية المفوضات كان عنا ديزكستري في التيفي سانك البارح متحفظة يبدو أنه لقي نت قالوا لها سمعيزي راول أمور داخلها بعضها لا تذكر استخبارات تذكر فرانسيس ابعد على فرانسيس لا تذكر توانسا قول أنها عملية عادية دخلت من الحدود بشيط المطار خليت تذكرها بشيط الفرنسا هي ضغط الحكاية كذا ويبدو قالوا لها التدوينات راك كثرتنا خطرة في التدوينات يا المرأة ما بطلع لله لا ومداء التزامة اي بالتوس يا لوالسهيل ايواش مداء التزامة ولأنه وتنجم هي في تدوينها من التدوينات أو في تصريح من التصريحات فكلا ربعة سوايا عظوكم لخمس سوايا المفاوضات كيفش صارت في تونس غفران اي انا نعتبر أنه السلطات الفرنسية اللي عبدت دورها وقامت واجبها بش تحمي مواطنة فرنسية هذية من حيث المبدأ وهذية حاجة ماذا بنا حتى نشوفها في تونس يعني حتى على حساب يعني علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا والكل بجلت مصلحة فردية على المصلحة العامة وانا نعتبر أنه أي شخص يا أخويا قيسي سعيد هو خذي القرار سابح أنه تزهى يعطيه الصح ونشجع على القرار هذية وانا نعتبر أنه مسألة الحقوق والحريات أهم مسألة الغأس وأهم المسألة متاعها للهيبات اللي يعطيونا فيها وغيره دونك هذية وأهم العلاقات توصية جزائرية أنا بالنسبة لي أنا حقوق الإنسان أهم من هذا وأي شخص خذي القرار هذية يعطيه الصح ربوش نحكيه على كاندارا هي تزير تزير لهي مواطنة زيرية إنه تجهة صارح المخابرات الفرنسية هم يقولوا هكيكة هم يقولوا هكيكة هم يقولوا هكيكة أسمع المسألة الجزائرين يقولوا هكيكة أنا برغم أنه تحفظاتي على بعض التدوينات خطر أنه نعتبر حقوقي ما لازموش يحكي عجوز وكذا ما لازموش يحكي بالمصطلحات هذوكم ولكن أنا لحي السلطات التونسية أنا لحي السلطات التونسية إنهم قاموا بالدور متاحهم وسلموها الفرنسية خطر هي مواطنة فرنسية بالأساس جزائرية ولكن زيدها فرنسية ومن حقها إنها تنقض تنقض الزير باعتبار أنه نظام الجزائري باعتبار أنه النظام الجزائري مهددها بالحبس اللي عملته ما هو النظام الزيري ما هددته الصاين النظام الزيري ما هددته الصاين الحب الطائحة إسرائيل مصنفت زير عدو رقم واحد ما فماش حقوق الإنسان مع الأمن القوم الزيري شي بس الحقوق الإنسان والمهموت هذي نخربوا كما خربنا سوريا لا لا أسمعني أسمعني سمحني غفران ونضحيوا اليوم وندخلوا رويحنا في متاهة معناها مرة مع المغرب مع الجزائر مع كذا على خطر مسألة تعلق بحقوقية هو للأسف تونس تحطت في موقف لازمها تختار ولازمها تضحي وانت حييت الاختيار هذي هي لازمها تضحي بحاجة يعني مش في علاقتها في فرنسا أنا ما نغزرش بعلاقتها في فرنسا لو صار العكس يعني نقول نفس نفس الكلام أنا بالنسبة لي أنا حقوق والحريات يمكن هذي يخلينا حتى نظرتنا حتى القيسس عايد لي ما لا يتختلف فيما فيما يخص جيد في هذية نجيب عنده احتراز على القرار وانت تقلبت لأمور ولا حولة ولا قوة تلب الله وربي وربي قدم خير ولت هي مع الرئيس قايس سعيد ونجيب نحيي نحيي هذا القرار ونرجع مازلنا في الحكاية هذية وغيرها من الأخبار بعد شوية نكملين في مع بورينة بسيس على إيافام أحلى غرديو إيافام ماتيو